بعد عودته من مشاركتين فاعلتين في الجزائر وإيران أقام المركز الثقافي العراقي للخط والزخرف معرضه السنوي الثالث بمشاركة 44 خطاطاً فيما يحضر المركز لإقامة معرض دولي في العاصمة بغداد أواخر الشهر الجاري المركز الثقافي العراقي انتشار انتشاراً كبيراً في المحافظات الأخرى والحمد لله لنا في كل محافظة مجموعة من الخطاطين المبدعين المركز الثقافي العراقي أخذ مساحة عالمية وعربية وفي كل أنحاء العالم العربي لنا قاعدة جماهرية وقاعدة فنية خطية انخطاطون العراقيون عادوا إلى العالمية بعد أن غيبتهم الظروف فيما يشيد مختصون بنوع وكم المشاركات إلى جانب الرؤية الإخراجية التي بات يتمتع بها الفنانون من حيث اختيار الخط والدقة إضافة إلى الزخرفة وتنسيق الألوان نوعية الخط الذي يضمن زخرفة كثيرة مثل الخط الجلي ديواني ويشكل تشكيلات حلوة مع الألوان الجميلة وهذه اللوحات اللون ينباوحهم ما اسمها؟ ما اسمها؟ منسجمة على الزخرفة واللون الوضع المالي الذي تعيشه البلاد أثر على الحركة الثقافية والفنية غير أن المختصين أبوا إلا أي تحد الظروف ويعمل على إقامة النشاطات الفنية على نفقاتهم الخاصة إلى جانب تشجيع الطاقات الشابة للمشاركة في مختلف المجالات لديمومة الفن الثقافة مطلوبة في كل وقت مطلوبة في الحرب ومطلوبة في السلم الإرهاب لا يمكن أن يموت بطلقة مدفع أو برشاش وإنما يموت بالفكر ويموت بالثقافة ويموت بالفن الثقافة تمرض ولا تموت هكذا يرى المختصون فيما تعكس اللوحات المشاركة المستوى الفني العالي الذي وصل إليه الخطاط العراقي ومحاولاته في المسج ما بين أصالة الخط وتوظيف الإمكانات الحديثة في خدمة هذا الفن من كربلاء ميثم الجناحي الحرة